أمل حلقتنا يلا بينا جمهور الأهلي بيفهم أفضل من اللجان ثلاث صفقات قبل قفل القيد لإنقاذ الموقف على مدار الأسابيع اللي فاتت كانت جماهيري النادي الأهلي قد أطلقت حملة الأهلي محتاج تدعمات يمكن خرج البعض وقال صفقات تدعمات ما تخليكوا في التشجيع خليكوا في التشجيع أنتم ملكوا بالصفقات الأهلي أساسا مكتمل وفي بدل اللاعب اتنين وبدأ الأمر يطلع حتى للمولين وبعض الأصوات الإعلامية أو على السوشيال ميديا أن الأهلي مكتمل والأهلي في أفضل صفقات إلى أن جاء الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي لينسف كل هذه الأكاذيب تصرحاته بتقول جماهير النادي الأهلي مش مستفلين مش بتوع مصلحتك مش مصلحة جاية مش مصلحة جاية جماهير النادي الأهلي بيفهموا أكتر من اللجاء كابتن محمد رمضان في تصرحات تلفزيونية مرة واتنين قالك النادي الأهلي بيفاوض ثلاث صفقات في ثلاث مراكز لتدعم الفريق وبيفاوض لعبين أجانب وبيحاول ينهي صفقة الأجنبي والأجنبي هيكون مهاجم راس حربة مهاجم الأهلي بيفاوض مهاجم أجنبي وبيفاوض جناح مصري وزيكو هقولكو قصة زيكو إيه والأهلي بيفاوض ديفندر هقولكو مين الديفندر وتقال اللي برضو الجماهير قالوه ما انت لما تيجي تقول هتقالك اسكت ولد انت تشجع بس الجماهير قالولك لا يوجد سبب واحد للاستغناء عن أليو ديانج انت مش هتجيب بداله أفضل ديفندر في القارة كلها وما فيه سبب واحد ان انت تستغني عن أحمد عبدالقادر الجناح الأمهر في النادي الأهلي ولعب مؤثر جدا حتى في المحافل الدولية الكبيرة اللي شارك فيها النادي الأهلي زي دور الأبطال وكاس العالم للأندية وانت برضو ما جبتش بديل ليه فبدأ الكابتن محمد رمضان يتحدث عن تدعيم النادي الأهلي بتلت صفقات وقال في تلت مراكز وقالب انفوض لعبين أجانب ولعبين محليين علشان نجيبهم خلال الفترة دي قبل قفل القيد المحل يوم 25 أكتوبر ايه دا؟ يعني يا شريف الصفقات اللي هتيجي مش هتشارك في دور الأبطال لأ خلاص ما توتا توتا خلصت الحدوتا دور الأبطال تم غلق القيد من اسبوع 39 كان آخر يوم أي لعب تاني شارك بقى معك في الدوري في الكاس في السوبر المحلي ترجمة نانسي قنقر